السلام عليكم الحجز بدون شروط الاسكان تطرح شقق باتشاطي بسوبر روكس في ثمانية محافظات بالتقصيط على خمس سنوات ثلاث غرف وصالة بسبعمائة وستين الف جنيه شقق الاسكان الجديدة تلقى رواجا كبيرا لدى المواطنين في الوقت الذي كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية عن كافة الشروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع دارة المطروح حاليا في ثمانية محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية وبنظام التقصيط المريح وأوضح صديق خلال تصريحات تلفازيونية بأنه لا توجد أي شروط أو قيود للتقديم على شقق مشروع داره في ثمانية محافظات مشيرا إلى أنه بإمكان الذين حصلوا على شقق سكنية من الدولة التقديم على شقق الصندوق في مشروع دارة وأوضح صديق أن أسعار شقق مشروع دارة تتراوح بين 760 ألف جنيه وأربعة ملايين وستمائة وأربعين ألف جنيه وأنظمة سداد تتمثل في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدمة حجز وتقصيط باقي ثمان شقة على خمس سنوات بدون فوائد وبحسب الخط الصاخن للصندوق بلغ متوسط مساحات شقق الصندوق في مدينة مدينة نصر 182 مترا ثلاث غرف ثلاث حمامات تشتيب سوبر روكس على أن يتسلم العميل الشقة خلال عامان وتبدأ أسعار شقق صندوق التنمية الحضارية في مدينة نصر من 4.640.000 جنيه ويتم الحجز من خلال سداد جديات حجز بقيمة 15% من قيمة الوحدة على أن يتم سداد باقي ثمان الوحدة على فترة حتى خمس سنوات بدون فوائد وفي حال سداد سعر الوحدة كاملا كاش يتم خصم 8% من قيمة الوحدة وخصص صندوق التنمية الحضاريات رقم خط صاخن للمشروع وهو 15444 وذلك بهدف تسهيل التواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما في ذلك أنظمة الدفع وتساهلتها وأصدر صندوق التنمية الحضارية يوم الأربعاء تنويها هما للراغب حجز شقق الصندوق في مشروع دارة وقال صندوق التنمية الحضاريات عبر صفحته رسميات على فيوسوبوك إنه في إطار ما يشهده الصندوق من إقبال مكثف من المواطنين الراغب الحجز للوحدات السكنية بمشارعات الصندوق ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات وكذا أسلوب وطريقة الحجز يكون الحجز عن طريق الاتصال برقم المختصر 15444 أو مكاتب الحجز بمقارات المشروعات وأضاف صندوق التنمية الحضارية أن حجز الوحدات لن يتم إلى عن طريق تحويل أو إداع مقدمات التعاقد بحسابات الصندوق بفروع بنك القاهرة وأشار الصندوق إلى أنه لا توجد ثمة مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطى بأي شكل أو تحت أي مسمنة من العملاء نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات أو ما شابه ذلك وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم